نظام الأسد لم يكتفي بسلب المعتقلين حياتهم وحريتهم بل صادر أملاكهم وجردهم من كافة حقوقهم المدنية صحيفة الڭاردين البريطانية نقلت عن جمعية المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا أن من يقرب من 40% من المعتقلين تعرضوا لمصادرة أملاكهم منذ عام 2011 وأن الممتلكات المصادرة من عقارات وسيارات ومجوهرات تجاوزت قيمتها مليارا ونصف المليار دولار أمريكي من خلال هذه الأموال والإيرادات حاول نظام الأسد الالتفاف على العقوبات الدولية إضافة لضمان عدم بقاء أي شيء للمعتقلين السابقين الموجودين في المنفى يمكن أن يعودوا إليه بحسب الصحيفة الجاردين قابلت عدة معتقلين قالوا أنهم أجبروا على توقيع أوراق تدينهم وهم معصوب الأعين بعد محاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات ولم يكونوا يعلمون أنهم تخلوا بهذا التوقيع عن ممتلكاتهم وحقوقهم المدنية جمعية المعتقلين قالت أن نظام بشار الأسد استغل الأساليب القانونية لمصادرة الممتلكات من المعتقلين كجزء من حملة قمع وحشية على الاحتجاجات في أعقاب الانتفاضة السورية عام 2011 رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا وفي تقرير لها العام الماضي أكدت أن النظام استخدم المعتقلين والمخفيين قسريا وسيلة لجني ومراكمة الثروات وقدرت الرابطة أن تكون عملية الابتزاز المالي منذ عام 2011 أدخلت للنظام أو مقربين منه قرابة 900 مليون دولار أمريكي